اشتركوا في القناة ما نعودش اليد اللي تمدت وحطت اللقمة في بقنا وفتحت بيوتنا تعلمنا كده تعلمنا في الرجولة والأدب والأخلاق اننا لما اكون عايز اتكلم اتكلم وانا موجود مش بعد لما اهرب واجري تمام اتعلمنا كمان حاجات كتير قوي في الاحياء الشعبية اللي احنا تربنا فيها ما احنا تربنا على الطابلية وكلنا اولاد بلد واهلينا علمونا الاصول وعلمونا حاجات كتير جدا مهمة علمونا ان احنا دائما وابدا الشجرة المسمرة بتتحدف بالطوب مهما فيش واحد عائل هيقف تحت شجرة خربانة ويحدفها فلما لاقي الدنيا بتقوم اجيب الطوب واحدف تمام يا سيدي حدف بس برضو تعلمنا ان الكلاب بتعوي والقافلة بتسير وتعلمنا ان السحاب عمره ما بيتضرر ابدا من نباح الكلاب الكلاب بيتمبح والسحاب فوق في السماء اللي عايز يهوهو يهوهو واللي عايز يعضي الايد اللي تمدتله يعضها بها واصله بيبان لكن احنا في الاخير بنشتغل كتيم وكفريق وكمؤسسة والمؤسسة مالهات صاحب واحد ده كل اللي بيطلعوا في المؤسسة وبيوقفوا وبيشتغلوا كلهم اصحاب المكان وهيدفوا عنه لانه هم اصحاب قضية واصحاب مبدأ وتربوا عالطبلية ما تربوش لمواغزة في اي حتة تانية تربو ان هم يبقوا رجال ومكان اكل عيشهم لازم يحافظوا عليه كويس جدا لانه قبل ما يكون مكان اكل عيش هو منبر حق بيحط ييده على الحقيقة ويبس الامل وعشان كده الشعار دائما وابدا سيظل الشر الحقيقة والامل اشتركوا في القناة